فن راقي مع فنينة تشكيلية اللي هي ماجيدة شعبان والحديث حول معرضة الفرد السابع الجديد Departure Gate 3 715 واللي بيضم 35 لوحة بأحجم مختلفة بورتري ماجيدة اللي بتحمل برصيدة العديد من المعارض الفردية والجماعية بلبنان والخارج أهلا وسهلا فيك شرفتين ماجيدة Thank you, أهلا وسهلا فيكم Merci على الاستقبل أهلا وسهلا فيك ماجيدة عنوان المعارض بيحكي عن رحلة المغادرة حتى إنك حاطة رقم البوابة والتوقيت ومعوك طبعا كل التردد اللي بيصير معنا قبل ما بدنا نفل يعني منوقف على هالبوابة منقول إذا فشخنا خطوة إلى الأمام رح تتغير حياتنا كلها وإذا ضلينا كمان رح تتغير حياتنا كلها فهي قصة خيار ليش عنوان هالمعارض وشو قصدت من خلاله صراحة هيدا العنوان اخترته حبيت يكون مش كتير تقيل لأنه دجا تتام بوجع والصراع اللي عايشينه بين الرحيل والبقاء حسيت إنه هيدا العنوان هو صحيح في بوابة الرحيل والوقت وكل شي محدد بس بالآخر بتركها مفتوحة لأنه كمان من خلال اللوحات حاولت توجه هيدا الرسالة إنه الصراع هو يعني فيه تحدي بالبقاء وفيه تحدي بالرحيل يعني بالتنين فيه تحدي بس نحنا دايما مع قدمة معلقين وعنا هيدا الحنين بالأرض وكل شي حولنا بخلينا دايما حتى شنطتنا ما تسكر يعني هيدا اللي موجود بكل اللوحات إنه الحقائق دايما ما عم بتسكر من كترة الحنين ومن الإشياء اللي فيها لأنه نحن لما من قرر نروح من حب ناخد كأنه شقفة من الوطن شقفة من حياتنا من تاريخنا من الثقافة من كل شي بدنا ناخدها معنا ما فينا نروح بلايها وهيدا لما الحقيبة قبت يعني هون فيه مقطع إيلي فيه إنه قبت الحقيبة أن تقفل كيف لي أنا أرحل يعني بالآخر بتركها أنه الحقيبة كأنها رافضة رافضة أنا تروح وهيدا اللي بخلينا دايما نرجع نواجه تحدي البقاء أكتر من تحدي الغربة ماجدة يعني من خلال هيدا الموضوع عم بتحطي إصبعك على الجرح عم بتحاولي تعالج شيء معمم على الكل أو عم نحكي عن تجربة خاصة خاصة أنه فيه لوحة يمكن تحمل عنوان هيسان أم كومنغ هيسان أم كومنغ هي من اللوحات اللي أخدت قلبي هي هيدا الشخصية وشخصية التربوش هن الشخصيتان اللي من خلال كل المعارضة موجودين وبخبر قصص بيروت من خلال هالشخصيتان اللي هو تربوش هو شخصية التربوش التراث وهي شخصية ليدي نوف المهضومة اللي كتير فني وبكل هيك الخفة الدم اللي عندها عم بتحاول تجيب التراث للتجدد من هون أنا بحب دايما لنحافظ على التراث عم بخلي هالشخصيتان بهذا متى هي تجيبه ودايما يضل التراث حي وبيء وبتجدد هيدا اللوحة هيسان أم كومنغ دغري إجا التايتل يعني طلعت فيها أول شي كتير حبيتها يعني طالع هي الدارس متى أنا قابلة لليدي نوف بس بهيدا البوز حاملة ومحملة وإونيكا وشكلتس وكل الأصص وشك وشك ولمونة اللبنانية تخيلت حالي أنا رايحة عند ابني دغري حسيت أنه عم بتقول هيسان أم كومنغ أنه حاملة ورايحة بكمان هون بتشوفي أنه الشنط مفتوحة ظهرة مننا الأصص هيدا مش تجربة شخصية هو هيدا الواجع اللي هلا عايشينه كلنا يعني تلقائيا أنا كتير بحب أرسم شنط والكتب والكولتشر هيدولي كلن حسيت أنه هيدا التام بحاكل كل يعني مش بس بيحكيني إلي لأنه هيدا وجعنا كلنا أنه يا أولادنا برا يا أما نحنا عم نفكر يوم من الأيام أنه بروح ما بروح حسيت أنه هيدا التام رح يحاكل كل ورح يكون كل حدا رح بيلاقي حاله بلوحة من اللوحات يعني اللوحة اللي فيها كستات قديمة بديك تاخد معي كل هالنوستالجية القديمة والتاريخ اللوحات اللي فيها الجرايد لأنه كمان للأسف عم نفتقد للجريدة وريحتها وملمسة اللي فيها كتب اللي فيها مونة كشك وزعتر وإنيكا مين ما بياخد إنيكا مثلا لما بيسافر أو هاي الأشياء والدبكة والإشياء اللبنانية حسيت أنه هيدا التام رح يكون مميز ورح هاي اللوحة اللي بحبها كتير بحس أنه كل الأم رح تحس حالة بتشوف حالة فيها اللوحة طبعا إنه حاملة ورايحة عندي سؤال بس معرضي كمان والتام اللي اخترتي مش بس بيعني الهجرة من البلد يعني فيه يكون كمان أنت وقفة عبوابية مفترق طرق بخياراتك بالحياة طبعا يعني بيشي أنت كنت عم تعيشي قبل وخايفة إذا بتغيري أو ما بتغيري إذا اللي عشتي حتى مع مقسيته تعودت عليه وحبيتي وإذا بدك تغيري بحياتك يعني هو إذا بدك بيختصر نوع التغيير وقده صعب أنه نغير بالعلاقات العاطفية بالعلاقات الصداءة منحمل كمان شنط بقاج من علاقاتنا بحياتنا مع هيدول العالم يعني هي هجرت أنا أنا هيك شفتها يعني ما بعرف بس أنه أنا شفت أنه كمان التغيير ما بيكون بس أنه نهاجر من بلد نهاجر من علاقة نهاجر من شغل نهاجر من وجع عم نعيش منتجر ويمكن قطعنا فيها أعليم منتجر ويمكن صح وهيدا كمان بيخلينا دايما نفكر أنه بكل شي في تحدي بأي خطوة بأي خيار ومشان هيك قلتلك أنه دايما في تحدي بالبقاء وتحدي بالرحيل وهون بقى الصراع يلي منعيشه وبالأخص يعني مش بس نحنا كالبنانية هلأ عم نعيش هيدا الصراع أنه بفل أو ببقى أولادنا بره بتفل ولا بتبقى هي يعني هيدا الصراع بكل الخيارات بكل الصعوبات اللي كمان علمتنا كتير إشياء لأنه كل الفترة الأخيرة اللي عم نعيشها حتى بالوباء بوقت كوفيد بكل شي تعلمناه حسينا أنه دايما فيه إشياء جديدة عم نتعلمها ودايما فيه خيار بالآخر بديك تعمليه يعني إن كان سلبة أو إيجابة دايما فيه تحدي بكل خيار وبالأخص بالوطن لما بتكوني بديك تفلي أو ما بتفلي بتبقى وبتتحملي كل هالتحديات أو كمان وبحسة بعض رح تكون أكيد كتير أصعب اللي هي الرحيل والتحدي بالغربة والبداية من السفر بكل شي دونك هيدا دايما موجود الصراع بحياتنا يعني كإنسان يعني بالمطلع رح نشوف مجموعة من الصور اللي هن لوحاتي لوحات ونحكي عن كل لوحة بلوحة ونفسرها هون اسمها رنوي كمان يلي هي كأنه حاملة الباجاج ومنطلقة سوب هيك رنوي كأنه هي عم بتطير بالباجاج طبعولة يعني كل اللوحات بتحمل هون الشخصيتين اللي كتعب إليك عنهم يعني هن شخصية التربوش ولي دينوف المهضومة هون مثل يعني كأنه هيك تور ببيروت وكمان حاملة هي الجوهمنديز يعني دايما هي بتحملها عطول بالساك طبعا الشوكولات والكانديز والهيك هون كمان حولت بأغلب اللوحات أنا ضوة على الكريز اللي عم نمرق فيها بكل شي فيها يعني حاولت يعني هون مثل أزمة البنزين ويعني كمان موجودة باللوحة والأرزة والأرزة اللي هي دايما موجودة لغرسة الأرزة اللي أكيد بديك تخطيع معك مع كل الأشياء اللي بتكون بديك تحمليها وتروحي المساري موجودة الليرة القديمة يعني إذا بتشوفي طالعين دايما من الشنط رزمة مساري لأنه بالكريز اللي عايشين بديك تحملي زوادة مساري هون موجود مساري طالع من الشنطة الجريدة طالع الكتب والأكتر شي مدوي يلي هو تراثنا يلي هو مكتوب على الديسكات أسمي مسرحيات رحابنة قديمة كاسيتات قديمة يعني كمان هيدا بتفرج إنه رحيلنا مش سهل يعني عنا هالأد حمل كبير إذا بدنا ناخده ونفل مع هيدا وكلو ماجيدا لوحاتيك ملونة حبيت أنا يكون لأنه التام بحس أنا بكتير هيك بأثر فيه هيدا التام بالزيت وكاتبة عنه يعني شي ضوي على التام بس نستغرب لأنه بس نقول هجرة نعم نحكي عن وجع نعم ما حدا بيهجر هو مبسوط أبدا فذات سوى استغربت إنه يكون في هالأد وكأنه فيه أمل أكيد أكيد يعني حتى قلتلك أنا خليتها بالآخر مفتوحة إنه نحنا مناخد التحدي ومنبقى لأنه مفتوحة الخيارات واللون أكيد مقصود لأنه أنا أول شي دايما بحب اللون باللوحة يعني دايما بحس إنه اللون بحاكي أكتر وبهيدا التام بالزيت اللون هيك عامل شوية إكيليبري يعني بخليك تتطلع مبتسمة رغم الوجع اللي موجود بالموضوع حلوين كتير بس اللوحات كأنون بوستكار أيو أنا حبيتهم كتير شكرا شكرا يعني بتأمل بكرة تشرفوا بكرة افتتاح المعرض خلينا نذكر وين والساعة بكرة افتتاح المعرض بين الخمسة والثمانية عشية بريبرث بيروت جميزة بالاشتراك مع الجالر اللي أنا بعرض فيها The Gallerist على السودكو ورح يكون المعرض بكرة افتتاح وبيكمل لـ 28 فبروري بيكون كل يوم بين التنتين والسبعة التوقيت بتأمل أنه كتير ناس جاء تشوف لأنه راح تحب هالتام يعني متل ما قلت بحاكي الكل ورح يكون في مش بس اللوحات كمان أنا بعمل سكولتشرز بعمل بالبابير ماشي وهالمرة عملي بالخشب والمتال كتير حلوين كمان كلهم بتحسي بايسيكلز حاملين كتب وجرائد من نفس الروح من نفس التام أكيد وفيه إنستيليشن فيه لا يعني إن شاء الله يكون المعرض يعجب الجميع غريب ما فيه كتاب جديد هالمرة ما فيه كتاب حتى معرض الماضي كان مستوحى من فكرة الكتاب وكان فيه البوك ساينينج هالسنة لا ما فيه الكتاب بس كاتبة عن التام يعني شي بيحاكي اللوحات فيك تعريد ما شكتب رح أريلك شي بيحكي عن التام بين تحديات قصوة تفاقم الوجع اليومي تحثنا للرحيل وبين حبل سري يلتف حول نسيج جذورنا حبا للبقاء يتراقص الصراع على أوتار سيركنا الدرامي كما البهلوان تحدد تاريخ ورقم الرحلة حاولت توضيب ما أمكن في الحقيبة استعدادا للرحيل كتبي جورنال بيروت القديم خربشات مخباية في دفتر التلوين لعبتي الصغيرة قناطر البيت العتيق علم محيك على الإيد شوية موني وكعكب زعتر من كثرة الحنين طيب الذكريات وعبق المدينة أبت الحقيبة أن تقفل كيف لي أن أرحل هيدا اللي مش أنا قلتلك بالآخر ما بقى بدي فل كيف بدي فل وحتى منع سايع ذكرياتي وكل شيء بديه وما بقدر فل بالي ومش قادرة أخدهم كلهم بصير بس تحس بالسخن لأنه الموضوع اللي عم تحكي عنه كارين نقاش ناعنا وإياك عدة مرات كتار يمكن قد ما فيه صعوبة أنه الواحد يستمر بهالبلد خاصة إذا كان بيحمل مسؤولية عائلة يعني وولاد ما بنشوف قدامنا غير الرحيل بدي فل بدي أبلش من أول وجه بس بس تحس بديك تحلي بس تحس بالسخن تعمل ستابلا ولا طبعا كل شيء بيختلف أكيد هيدا التام يعني هيدا بالضبط هاي الفكرة حضرتك مصممة مجوهرات وشو سحبك من المجوهرات على الرسم على الكتابة على الناحة تصميم المجوهرات كانت الدراسة الأولى ومن بعدها بدل ما فوت بعالم المجوهرات كفري بيجو فتت بعالم الأكسسوريز والرسم ولأنه كمان بدراسة المجوهرات لأنه أنا برسم رحت على تصميم المجوهرات يعني كان الحب الأول هو الرسم بعدين بلشت بالأكسسوريز وبالخشب وكل شيء فيما اشتغلت تسع سنين كان عندي الأتوليير ماغ بالحمراء وبقيت بتشوف كل شيء بمطرح واحد خشب والتياب وباقس كل شيء اشتغلوا عقيدة بعدين حبيت أنه لا أنا لازم اتفرغ بس للبنتور لأنه ما عاد عندي وقت أعمل البنتور صرت أعمل قليل وأنا عندي حب وشغف كتير كبير تفرغت للبنتور وبلشت أعمل سولو كل فترة أعمل سولو اشارك بمعارض والكتابة من زمان بترافق اللوحة عمبي عطول بترافق اللوحة لحتى اجا وقت قلت لأ لازم أعمل كتاب عملت أول كتاب أصداق بين نجلة ومية بال2017 وتخللوا لوحات لأنه كان البوك ساينينج مع المعرض أصداق بعدين كتاب أبعد من حفر الوجع اللي مع معرض أنستادي لاند وآخر كتاب هو وج أفا يلي هو كان تام معرض بيل أوفاس سنت الماضية يلي كمان بيحكي عن بيروت سنتين فرق بين كل كتاب يعني 2017 2019 اكزاك 2021 وسنت الماضية استوحيت من وج أفا لأنه كتاب وج أفا كتير حلو بيحكي عن الشخصية هي تزرب حالة بالآخر لما بيصير كتير إشا بتوجع ببيروت وبتقرر ترسم على الحيطان كل شي بتحبه كأنه نزلقت الإشاة الحلوة اللي عندها لجوة وحبست حالة صار وج أفا صار الوج الحلو اللي بتحبه لبيروت رسمته كله جوة وخلت كل شي بره لحاله لبره وفاتت بالسيريال يعني لدرجة فاتت لما رسمت الزيتونة من خلال اللوحة والعصافير والسماء والبيوت وكل شي حلو ببيروت فاتت كأنه في باب نفتح تحت الزيتونة وفاتت وخلص عاشت بالعالم طبعه بش نكسميته وج أفا اختارت الوج الحلو لبيروت وحفظته وعاشت فيه بالخيال وتركت الواقع الموجع اللي صار بره ما عادت دهرت عليه نفصلت عنه نفصلت عنه وهيدا كنتم معرضي السنة الماضية لأنه حاولت تفرج الوج اللي كتير حلو لبيروت بكل اللوحات الملونة لأنه هاي بيروت اللي بحبه أنه حافظ على هيدا الفاص طبعه لبيروت قد بيخد وقت معك تحضير معرض؟ هلا أنا بالعادة كنت كل سنة حضر لتام اشتغل خلال كل السنة لهيدا التام المعرض المرأ في القفاس وهيدا المعرض كان بوقت أقل لأنه تقرر بوقت أسرع يعني خلال ست شهر تقريبا كنت عم بحاول فيه لوحات كانت منجزة ورجعت آخر شهرين كان كتير انتنسف الشغل لطلعت وبالأخص لأنه ما في كتاب هالسنة سو كان عندي حرية المناورة أكتر كون بسع بين السكولتشورز واللوحات بين المعارض الفردية ماجدة والمعارض الجامعية فيه فرق كتير كبير أكيد التركيز بيكون أكبر وقتل بتكون لحالك بس الاستفادة لا شك أنه بتكون كبيرة كمان بس تكون ضمن مجموعة طبعاً قدي استفدت منها التجارب وقدي ضهرت برات لبنان وين كنت موجودة من أي حضارات كمان استوحيت بين السولو والكولكتف إجزابيشن أكيد فيه كتير فرق السولو بتحس أنت عم تركز على تام واحد والأضواء كلها عليك وشغلك بد يكون بهال بهال دومان الكولكتف كتير حلو أول شي مشاركة الأفكار بين الفنانين وبين الفنانين والمشاهد من جهة تانية يعني فيه هيدا دايما تفاعل كتير مهم بالفن هيدا كتير كمان بستفيد منها بالكولكتف إجزابيشن شاركت ببرات لبنان شاركت بنيويورك كانت شارك بالألفان وثلاثة ألفان واربعة بأوكشن كمان كنت شارك من خلال مؤسسة سيل اللي كانت كمان هي رأي على لبنان ولا أشياء بلبنان هلأ شهر الجه بمارتش فيه بروبن ميوزين بنيويورك أنا مشاركة بلوحة بإفنت عملتها نون بروبن ميوزين يعني هي ميوزين كتير مهمة بنيويورك وأنا مبسوطة أنه مشاركة معهم بلوحة رح يكون بستعاش مارت شهر الجيه أي لوحة خطرت لوحة كتير حلوة اسمها طوليغي لأنه هيدا بتفرج هي لوحة كلها بلاك أند وايت كلها وجوه فيها حوال الستين وجه وكل وجه عامل شكل كأنه كلهم عم بيشوفوا حياتهم عم تمروا قدامهم وكل واحد لأنه نحن كل إنسان هو أنيك حتى بالتعبير بتشوفي وجه مصدوم وجه خايفان وجه غضبان وجه فرح بيسفل وجه متأمل كل شكل وهي لوحة كبيرة متر وخمسين بمتر وخمسين حبيت شارك بهاللوحة لأنه حياتنا كلها هي قدرة التحمل كل شي منمرق فيه وكل إنسان عنده قدرة التحمل بطريقة ناس بتتحمل بصعوبة ناس بتتأقلم بتتحمل بطريقة سهلة وكتير معبرة هذه اللوحة ومبسوطة على أنه مشاركة فيها بنيويورك كان عندي ببارس كمان كان في غالري أعرض فيها بال2007 كمان اسمها غالري دو ماريان يعني عندي تجير برات لبنان بس بلبنان بحس ملعبة يعني بحس حالي دايما التام اللي دايما بحملو بقلبي هو التام بيروت والتراث والكولتور في تقدير من الزوار من اللي بيتابعوك من اللي بيروحوا بيحضروا المعارض في تقدير للوحاتك في أقبال إذا فينا أقول الحمد الله أنا بقول هيدا المخلية يمكن لبنان بعده عنده هيدا الوج الحضاري لأنه بعد الفنون هي مخلية الوضع مستمر وبنفس الوقت الناس اللي بتحب الفنون بتعبر من زيارت لل لل والمعارض الحمد الله أنا بحس أنه دائما حتى المتابعين على انستغرام وعلى سوشال ميديا بس يكون في معرض بحس أنهم كتير فرحانين وعن جد انه لوحوا يشوف شو التام الجديد هلأ يمكن بالوضع الاقتصادي اللي موجود ونحن عم نحاول كتير جهدنا The Gallerist مادام علي مطر اللي هي The Gallerist وعن نحاول دائما أنه تكون الأسعار ريزوناب تكون بمتناول الجميع لأنه مش سهل الوضع الاقتصادي ويمكن هيدا اللي بخلي أنه يمكن واحد يفكر مرتين بس الفنون يعني كتقدير مش بس أنك تقتنى اللوحة أنك تروح وت أعبس يعني la peinture la toile هيدا دائما موجودة وبلبنان بالعكس أنا بحس أنه في كتير ناس بتحب الفن بتحب التوقيع الكتب دائما مليحين يعني هيدا الموضوع والحمد لله يعني هذا الشيء اللي بخلينا أنه لبنان اللي هو طلع الحرف منه واللي هو بلد نخلي هيدا الشيء مستمر يعني أمو يضل هيدا الشيء حي من خلال معارضك ماجدة واحتكاكك المباشر يعني مع كل الزوار هل بتلاحظ أنه الجيل الجديد مهتم بالفنون في كتير من الجيل الجديد مهتم بالفنون في ناس بريبرت بيروت أنا هيدا تاني معرض لإلي في ناس تب أمير قبل جميزة أنه يونج جامعة ويونج بيبقو مرئين ويتفرجوا بس يشوفوا البنكارت ويعرفوا بيطلعوا ويكونوا مش عارفين أنه في معرض بيطلعوا بيتفرجوا بيسألوا أكيد ويحس أنه كمان يمكن فيه ميجرز معين بيدرسوا فنون وهيك فيحبوا دائما يتابعوا شو فيه حركة فنية بالبلد بقى كتير بحس أنه وحتى من الفولوورز اللي عندي في كتير من ناس بيتابعوا ويحبوا قد بنسبة لإليك الفن أنك ترسمي أنك تنحطي أنك تكتبي هيدا شي تتنفسي من خلاله يعني بدل ما نروح عن ترابست نعمل هيدا شي وبيعطينا peace of mind أكيد أي peace of mind وراحة نفسية يعني سبقتيني وقتقلت نروح عن ترابست أنا بالنسبة إلي هي ثرابي يعني أنا بالأتوليي من ساعة اللي بفوت بحس أنا بحب كتير شغلي وبحس أنه بيخدني بنسيني كتير إشياء وحتى الوقت يعني وقت اللي بيبول أنا معقول صارتها لأتالي الساعة يعني بس أطلع من الأتوليي مرات خصوصي بس كون عم حضر للمعرض بطلع كتير مأخر بقول أنه كيف رحل يلا معلي بعد عندها بعد وبصير بعد اللي عندي وبيخدني وبيعطيني سلف ساتيسفاكشن بيعطيني راحة ما بتصدق دي مش بس يمكن لأنه أنا بحب شغلي يمكن أي شي بتعمليه بشغف بتحس أنه بهكي بساعدك لتتقبل كل شي بنسيك أو بحسسك أنه الأشياء ما علي بتمرق من من أد من أن أدمن مبين كبيرة هي بسيطة ورح تمرق هيدا اللي بخلينا نستمر يعني كمان بقى أكيد ما في شك أنه هيدا تربي أنا بالنسبة إلي على الأقل فينا نقول أن الفنون عنا بألف خير وبضحف يعني بقول أنا لأ بدي بقول عم كون مبسوطة بال لأن فنك على قد ما تعطي يمكن كمان نشوف حالنا بفنانينا ونقول أنه الفن بعضه بألف خير بلبنان عكس كتير إشيا والفن واجهة البلد يعني بالنهاية ماجيدا شعبان فنانة تشكيلية نذكر وجودك معنا جود لك لبكرة والمعرض من جام نذكر لـ 28 بإذن الله أهلا شهلا شكرا شكرا شكرا